بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع Example 2 نفس الكنديشن اللي كانت موجودة في Example 1 لكن في هذا الكنديشن كان الpart في الhorizontal plan وليس في الvertical plan فبعلي What force is required if the gripper operates under the same condition as in Example 1 but in a horizontal plan The following figure depicts these conditions الفقر اللي قدامي بيقول لي أن الgrasping force قات عند النقطة اللي كان فيها thickness بتاع الpart ب2 سنتيمتر والعرض بتاع أو الوث بتاع الفق كان 4 سنتيمتر والمسافة من center of gravity للcenter of force أو النقطة اللي حصل عندها كانت 24 سنتيمتر ففيها هذه الحالة أصبح أن أنا عندي بما أن أنا عندي مسافة وفي قوة فاللي أنا عندي كده هم مطلوب مني أن أنا أحسب الترك الأول وبعدين أحوله إلى الجريبينج force فنشوف الرسمة اللي قدامنا بيقول لي الMG هنا شكل عني نيوفورم قال لي الMFG هنا عند هذه النقطة الوزن الجسم والمسافة ما بين الGrasping force والcenter of gravity كانت اللي هي D كانت ب24 سنتيمتر وبيقول لي أن أنا عندي الفق كان عرضه 4 سنتيمتر فهنا الفورس اللي في F1 في F1 وفي F2 واحدة داون ووردس هي عايزة تضغط على هذا البارد الأسفل واحدة وقال لي المسافة دي كلها عبارة عن عرض الفق فالفورس في المنتصف يبقى هنا في B2 وفينا B2 تعالي نشوف نحسب التورك كده ازاي وهنكمل المسألة نحولها تاني إلى Grasping force ازاي قال لي التورك عبارة عن force في مسافة فقال لي طب هتعمل ايه طلع الأول قيمة الفورس اللي هو عبارة عن M في G براكس M G بلاس A على L2 في الميو في الفاكتور of safety وضربها في المسافة اللي هي D على وهي المسافة مبين center of gravity and center of force جاء لي طب ما تيجي هنا نقول ان التورك كده اللازم هو عبارة عن F2 مضروبا في عرض الفك على 2 زائد F1 مضروبا في عرض الفك على 2 خلص القانون وبسطه يبقى B على 2 between F1 زائد F2 يبقى F1 زائد F خليني اطلع القيمة الفرص دي في طرف لوحدها بتساوي 2 between brackets M between brackets M G plus A divided to mu مضروبا Factor of safety between brackets D over B يبقى كده طلعت F1 زائد F2 يبقى F1 وF2 دول ليس F1 بتساوي F2 by Newton the first law F1 F2 طيب يبقى كده The gripper provide both forces يبقى FG بتساوي F1 زائد F2 يبقى أنا نشيل F1 وF2 وحط ما كانا من FG FG بتساوي 2 في M G plus A divided to new في factor of safety all between brackets في D divided by B بنيقي بنقول بإذن FG FG عندي هنا بتساوي 2 between brackets 20 الم 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 بتاعت البار مضروبا في ال2 ونص التي هي total acceleration of gravity في gravitation force في ال2 مقصوما على O.85 اللي هي coefficient of friction فين ال2 اللي هنا راحت فين أنا قلت إيه إن أنا عايز أجيب لو عايز يقول إيه by each finger يبقى للفك الواحد كنت تركت ال2 لنما هو قال إيه شوف لي ما هي قيمة الفورس اللي نتج من الفكين ال2 على ضربت في ال24 divided على ال4 يبقى إذن total gripping force 1411.76 نيوتن Can you imagine that إن إنت عندك في المسألة الأولينية كان 116.7 وهنا 1411.76 نيوتن يعني almost 12 times the force needed when the part was in vertical plan يبقى من هنا دي بتدي لك indication إن أنت تضع في اعتبارك إزاي هتعمل grasping اللي الpart اللي عندك إما أعمل اللي قاوت بتعطي في السلة اللي أنا هشتغل فيها لازم أشوف الpart اللي أنا هشتغل عليه شكله إيه عشان أقل القيمة المطلوب بكده نكون وصلنا لنهاية هذا الشابتر نراكم إن شاء الله في الشابتر القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته